السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن اليوم الحد 28 شعبان 1442 هجرية الموافق 11 أبريل 2021 ميلادية الخبر والعنوان البارز ديال الأخبار ديال جميع قنوات المهاجرين والجري اللي في إسبانيا ولا في فرنسا ولا في أوروبا في صفة عامة اليوم هو خبر ديال يعني المغرب عادي يعمل عملية عبور 2021 والعملية مرحبا ولكن فقط للأشخاص الملقحين في الصراحة ما قالوش فقط ولكن قالو للأفراد الملقحين ضد الوباء أنا زيادة على هذا الخبر هذا جبتكم خبر آخر كيتمشف نفس السياق واللي جبتوا واحد الجريدة اللي كيتمشف نفس السياق والعنوان دياله كذلك من أي الخزيرات طريفة بإسبانيا أولا إسبانيا تطرح مناقصة لتقديم المعلومات للركاب في أثناء عملية عبور وذلك بمناء الخزيرات وطريفة سنضروا على هذا الخبر ونقل لكم الرأي ديالي الشخصي وانتم كذلك أرأكم مرحب بها كما دائما في التعليق وندخلوا للتفاصيل ففي الأخبار اللي جات في الصحافة المغربية ستقول بأن الاستعدادات جارية على قدم وساق لتنظيم أو لإطلاق لإطلاق عملية مرحبا 2021 للجالية أو لمغاربة المهجر واللي باش يمدموا يعني هذه الرحلات هذه وسموها تنرحلات خالية من الفيروس اللي عاد يكون يعني اللي غادي يكون يعني مسموح فقط للمسافرين أو لمئة في المئة من المسافرين غادي يكونوا من الملقحين فقط يعني اللي غادي يتسمح لو يدخل المغرب غادي يكونوا فقط من الناس الملقحين هذه أخبار تقريبا الرقم سمعتها فهات الساعة هذه اللي كان عمد فيها الفيديو فهات تقريبا نضرع ليها بالزاف ديال الناس وهنا قصنا نوقف واحد الوقفة هذه القضية ديال أن يدخلوا الناس غير يعني اللي الملقحين فهات الساعة هذه ممكنها تشيريك إتقالها تشيريك تسقل الصحفاء ولكن هذه مسألة فيها إن وكن نظن باقي عليكم فيها كلام وكن نظن بأن الحكومة المغربية يعني بكوادرها رأى دروري غادي يعملو شي حل آخر هلاش لأنها غادي تجبار في العائلة غادي تجبار واحد الجد مثلا عنده 70 عام ولك 75 عام ولك 80 عام وغادي تجبار مثلا إلى أولاد ديالهم فعمرهم 50 عام أنا أقول لكم لماذا كان نقول لكم هاته السنوات أنا غادي نقول لكم يعني وغادي تجبار مثلا إلى أولاد ديال هاتي الجد هذا عندهما خمسين وخمس وخمسين عام و هادو كولادو عندو مولادو عندو 30 40 35 28 25 عام و غادي جبار عندو اولاد صغارين ديال 8 سنين 10 سنين عاماين 17 عام علش كنقول لكم هاد الفوريق هادا لان جبار في العائلة كاملة اللي هو ده المغرب غادي جبار في العائلة كين وحدين وصلو مدور ديال التلقيح وعملو التلقيح في الدول الاوروبية وانا غادي نهدران على اسبانيا بصفة خاصة لا حسب المعلومات اللي عندي يعني كتر على اسبانيا فهنايا في اسبانيا يعني غادي تم التلقيح ديال الناس واصلا اسبانيا رمعات لبزا في تلقيح ولكن واخع على حساب البروغرام اللي عندو كي يقول لكم بانا غادي تم التلقيح يعني بالزربة فغادي بدوء بالسنوات يعني الناس اللي عندو قل من 30 عام مثلا غادي توصلوا من النوبة ديال التلقيح في شهر تسعود والناس اللي عندو ما بين 35 و 40 يقدروا يتحققوا في شهر سبعة يعني شهر سبعة يعني شهر سبعة يعني يقدر يكون النصف العائلة ملقح والنصف ما ملقحش اذا شنو غادي نعملوا عن اللي عندو مستلقيح فاكيد ان المغرب غادي غادي يجبار شي طريقة وغادي عمل شي طريقة بشي هودو بالبيس اير او اللي بشي او اللي غادي در مختبرات في البواخر ديالو ولا غادي تكون شي حاجة اذا كانت هاد عملية مرحبا فاكيد انه غادي يكون الحل لانه ممكنش يعني غير يجي هيدا كوكان غادي يعني غير غادي يجي ويقول لك صافي ديركت غير ملقحي رادي شادة مسألة باقي فيها نظار وباقي فيها كلام طويل وطويل جدا انجابا غادي ندوز للجريدة الاسبانية اللي هما كذلك ليما هدروا على نفس الموضوع اللي هي عملية مرحبا نقرلكم يعني الخبر ديال الجريدة الاسبانية اللي كي اكد فعلا يعني حتى ان الجانب الاسباني فهو كيخدم على قدم وساق باش يعني تكون عملية عبور ديال الفين وواحد وعشرين فالخبر في الجريدة ديال الستريتشو ديخيطال كي يقول كونون امبورتي دي مليون مهم اا اا اقولكم دكشي بالعربية ديركت بقيمة تفوق المليون واربعة وتسعين الف يورو نشرت الادارة العامة للدولة الاسبانية يعني الادارة العامة للدولة الاسبانية في الساعات القليلة الماضية اا يعني نشرت واحد اا كي تسمى مناقصة مناقصة للشركات باش يعني الشركات تدخل اا تسيير الخدمات ديال تنظيم المركبات والمعلومات للمسافرين هادوك الناس اللي كيكونوا بدك سجيلي سفار يعني كي يقول كدوز من الهنا وقاف هنا في المشي شنو بغيتين مهم دي يعني الدولة الاسبانية نضمت واحد المناقصة لتسير هاد الخدمة هدي باش يوضفوا الناس ويخدموا الناس في ميناء اي الخزيرات وميناء طريفة كذلك او اقليم اندلوسيا دي مساء المعروفة الغرض من هذا العقد كما هو مذكور على هدف هذه المنصة هو تسير وادارة تدفق المركبات والسيارات للمغاربة يعني بطريقة يعني جيدة وتكون فعالة في موانئ الجزيرة الجالية المغربية في موانئ الجزيرة الخضراء وطريفة خلال فترة تدفق ديال الجالية للعبور الى الدفة الاخرى من لحظة دخولهم منطقة الميناء حتى صعودهم الى الباخرة ودخولهم الى طنجة وسبتة هم يقولوا سبتة كذلك لان طبيعة الحال جريدة اسبانية فهي كتدار وكتدخل المصالح دياله وتزويد الركاب بالمعلومات والدعم اثناء عبورهم عبر مرافق الميناء يعني ده باك نهدر لكم على علاش كيحتاجوا هاد الناس لاش عملوا هاد المناقصة هدي هاد المناقصة عملوها باش هاد الناس هادهم يعملوا هاد الخدمات هدي للمسافرين خاصة خلال فترة عمليات عبور المضيق او عمليات مرحبة كما يسميها المغاربة وفق ما جاء في المنصة الحكومية ونظرا لان طبيعة العقد تغطي خدمتين متمايزتين جدا يمكن اجراؤهم بشكل مشتاقل يعني هدي الشروط اللي يعني الاسبانية كتطلبان هات الشركات اللي غادي تدخل باش تندم هذا فواحدة قد تكون يعني متخصف تنظيم السيارة والركاب والاخرى غادي تكون الشركة ولا الخدمة الاخرى غادي تكون يعني تتعطي المعلومات وهدوك الوراق ذاك الفرمولاريوش للمسافرين في دل هاد الوباء رفل جريدة كذلك ان هذه الخدمات هي موجهة للمسافرين المغاربيين قالوا هنا المغاربيين بشكل اساسي الذين يذهبون الى مواطنهم الاصلية لقضاء عطلتهم ضمن العملية يعني عملية مرحبة التي تنسقها المدنية العامة للحماية المدنية والطوارئ بوزارة الداخلية وهنا يقول لك وأكدت سلطات ميناء الجزيرة الخضراء ان الاغلاق الحالي للحدود البحرية والبرية بين اسبانيا والمغرب يعني تعليق الخطوط البحرية التي تعمل في المضيق وهو ما يعني ان الخدمة لن يتم تشغيلها طالما لم يتم استئناف الخط البحري لم يتم استئناف الخط البحري المذكر ومع ذلك يقول لك بان هناك احتمال اعادة فسح الحدود في المستقبل القريب باشعار مسبق او بدونه واستئناف حركات الركاب البحرية يجب ان نأخذ في الاعتبار بشكل كامل الحاجة الى وجود خدمة هدف وتنظيم تدفقات المركبة والمراكب مركبات والسيارات والمسافرين من لحظة وصولهم الى ميناء حتى سعدهم على متن السفون وفي نفس الوقت تقديم معلومات للركاب على تلك الجوانب يعني الميناء دي الجزيرة الخضراء خدام على اساس انه غادي تكون فتح الحدود وعدكم هاد عمليات مرحبا هاد الش اللي كان فيما يخص عمليات مرحبا بنسبة اليوم الناس اللي قد تسنا سؤال جواب غدا صباحا ان شاء الله غادي نجاوبكم على الاسئلة ديلكم فيما يخص الرحلات الجوية والعبور الى اوروبا عن طريق تونس او فرنسا السلام عليكم